من جهتها استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنها رسوم الجمركية التابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج جاء ذلك في الورقة البحثية التي أصدرها المركز تحت عنوان توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على وضع صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم أشار المركز إلى أن مجلس الوزراء ينظر في توفير حوافز إضافية لتشجيع صناعة المحلية مثل إعنات بنحو 50 ألف جنيه لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليا